اختتم في قاعة القديسين قسطنطين وهيلاني في كتدرائية البشارة برنامج خاتمين على صخرة الرب في دورته الثانية والعشرين للمقبلين على الزواج بحضور الايكونوم السالم ابدانات مسؤول بيت العائلة المسيحي والمرشدة الاجتماعية سمر تادرس بمشاركة حوالي تسعين شخصا من الخطاب حاضر في الدورة الدكتور بشار قسوس والدكتورة مريم غنمة استشارية جراحة وامراض النسائية والتوليد والعقم والمدرب خليل وهاب وفي الختام جرى توزيع شهدات على الخطاب المشاركين كما عقدت مطرانية الروم الأرثوذكس لقاء روحيا وارشاديا مع أهالي الخطاب لذات الدورة وذلك في قاعة كنيسة الصعود في خلدة بعمان بحضور الايكونوم السالم ابدانات والأب طاشمان راعي كنيسة الصعود في خلدة والمرشدة سمر تادرس حيث تحدثوا جميعا عن أهمية ودور الأهل في دعم ومساندة أبنائهم المقبلين على الزواج في حياتهم الجديدة من نصح وارشاد ودار نقاش مطول بين أهل الخطاب والمحاضرين